السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الرابع بوحدة جديدة بعنوان الموارد الطبيعية في البيئة بداية عزيز الطالب سوف نتعرف على مفهوم الموارد الطبيعية أوجد الله سبحانه وتعالى بعض المواد في الطبيعة لكي يستفيد منها الإنسان وتساعده على الصناعة والتجارة والزراعة وهذه المواد جميعها أوجدها الله سبحانه وتعالى إذن الموارد الطبيعية هي مواد توجد في الطبيعة ويستفيد منها الإنسان يوجد أنواع للموارد الطبيعية في البيئة تقسم الموارد الطبيعية في البيئة إلى نوعين موارد طبيعية حية وموارد طبيعية غير حية إذن موارد طبيعية غير حية من الأمثلة على الموارد الطبيعية الحية والتي يستفيد منها الإنسان الموارد النباتية والحيوانية إذن من الأمثلة على موارد طبيعية حية مثل النبات والحيوانية ومن الأمثلة على موارد طبيعية غير حية يستفيد منها الإنسان الماء الهواء التربة ماذا نستفيد من الموارد الطبيعية الحية والغير حية سوف نتناول بدرسنا لهذا اليوم الموارد الطبيعية الحية بداية أنواع الموارد الطبيعية الحية أنواع الموارد الطبيعية الحية واحد موارد نباتية اثنان موارد حيوانية ماذا نستفيد من الموارد النباتية؟ يستفيد الإنسان من الموارد النباتية الغذاء إذن يتغذى الإنسان على النباتات وأيضا يستفيد من أخشاب هذه النباتات في صناعة الورق وفي صناعة الأخشاب للأثاث إذن يستخدم الخشب في صناعة الأثاث والورق ونستخدم النباتات أيضا في الزراعة إذن نأخذ البذور من هذا النبات ونزرعها كي ننتج نباتا جديد إذن للموارد النباتية فوائد كثيرة فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم من الأمثلة على الموارد الحيوانية التي يستفيد منها الإنسان المواشي إذ نأخذ من المواشي كالأغنام والأبقار وهذه والخراف نأخذ منها اللحم والحليب واللبن أيضا نستخدم الصوف والجلود والريش في صناعة الملابس إذن نستفيد من الموارد الحيوانية الصوف والجلود والريش ونستفيد منها أيضا الغذاء والحليب واللبن إذن فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم بعض استخدامات الموارد الحية استخدم الأخشاب ومصدرها الموارد النباتية في صناعة الورق والأثاث إذن نستخدم الصوف والجلود والريش ومصدرها جميعها مصادر موارد طبيعية حيوانية في صناعة الملابس ويوجد استخدامات عديدة للموارد الطبيعية الحية سوف نتناولها في الدروس اللاحقة ولكن يوجد هناك موارد توجد في بلدان ولا توجد في بلدان أخرى فمثلا الأردن يوجد فيه موارد طبيعية بكثرة مثل البطاطا والبندورة والمواشي هذه الموارد الموجودة بكثرة في الأردن يستطيع الأردن أخذ الحاجة منها وتصدير باقي هذه المواد إلى الدول الخارجية وهناك بعض المواد لا توجد في الأردن يقوم الأردن باستيرادها من الدول الخارجية مثل النفط إذن نستعين بالدول الخارجية لكي نأخذ النفط منها إذن يستورد يسطيع الأردنب على كثرة في الأردن باقي ويستورد بالدول الخارجية لكي ن是不是 يصدر الأردن بعض الموارد الطبيعية مثل البندورة والبطاطا ولحوم المواشي والمواشي إلى الخارج هكذا يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته